مرحبا فيكم حبايبي برج العذراء ان شاء الله الأوراق تكون حلوة والأحسن من الشهر الماضي يا رب وخليني أحكي الطاقات بالبداية قبل ما أنسى طاقات الناس اللي ممكن أنه تتعاملوا معاهم هذا الشهر أو تحتكوا فيهم إذن برج العذراء والله يا برج العذراء حاسيتك حابب تترك كل إشي وتسافر يعني الله بعين بالنسبة للطاقات هوائية بامتياز هوائية مائية ممكن برج الجدي هدولا أكتر إشي إذن في مائي هوائي وفي ناري بس ناري أكتر شي ترى بي فيه بس قليل خلينا نشوف بشكل عام برج العذراء برج العذراء حبيبي كنت على مفترق طرق خلينا نقول أو رح تكون على مفترق طرق في هاي الفترة مع شخص أنت على غضب معه على زعل معه فعم بشوفك شوي متقلب عم تاخد القرار بعدين ترجع في رأيك تاخد القرار بعدين ترجع في رأيك عم بتكون في علاقة ثلاثية عم تنتهي في نهايتها ما رح تكون موجودة وكأنه هذا الخيار اللي عم تاخده هو خيار أنك تختار بين الشريك والطرف الثالث فعم بشوف الطرف الثالث عم ينتهي وتظلوا أنتو مع بعض هذا على ما أعتقد يعني أكتر إشي الوراء كمان هون عم بتحاول توازن المادة شوي عم بشوفها متأخرة معاك أو شوي ما عم تحصل على اللي بدك إياه عم تشتغل كتير كتير عم بشوفك يا برج العذراء عم تشتغل كتير كتير وتنتج قليل يعني في ناس بتتعب أقل منك في الشغل اللي أنت فيه أو بشكل عام في الحياة أنت هيك بتشعر ولكن بيحصلوا على نتيجة أو أسرع أو أحسن فعم بتشتغل يعني كتير كتير عم تشتغل من قلبك وبرج العذراء يعني كتير عملي كتير بحب العمل والتوازن المادي عنده كتير كتير مهم مش بس العاطفة بحب يوازن جميع أطراف يعني كل المجالات الحياة بيحب أن يوازنها ما بيفكر يعني بالعاطفة أكتر من المادة أو الشغل أكتر يعني بيحاول يعمل دائما توازن في حياته هاي شغلة كتير حلوة يعني عن برج العذراء عم بشوفك شوي هاي الفترة موضوع المال أو الوفرة المالية شوي رح يكون عندك فيه صعوبة شوي المادة رح تكون صعب الحصول عليها هاي الفترة لذلك عم بشوفك عم بتدور على عمل تاني بتدور على عمل تاني وممكن البعض منكم عم بيدور بغير مطرح يعني بيدور بدولة تانية أو مكان تاني فعم بشوفك إما مسافر لعمل أو أنك تحاول أنك تسافر هذا الشهر كتير مناسب لهذا الموضوع ولكن يعني لازم تدرس الموضوع بشكل يعني من جميع النواحي هاي الفترة أوكي ممكن تاخد فيها قرارات حلو تاخد فيها قرارات ولكن احذر من أنه تاخد قرار مفاجئ مش مدروس اسأل لأنه هون عم بشوف في شخص في حياتك عم تسأله وتستشيره إما من الأهل بالشغل يعني أو صديق عم بيكون كبير بالسم أو تجربته كبيرة في الحياة عم بيكون برجه ناري ممكن يكون أو مائي هذا الشخص رح يفيدك كتير إذا كنت عم بتفكر بأمور مصيرية ممكن أنها يعني نصائحه تساعدك في الموضوع فما تاخد ما تتسرع وتاخد إجراء يعني سريع بدون دراسة حبيبي عم بشوفك في عندك طاقات سلبية لسه ما تخلصت منها هدول الكرتين فوق بعض عم بتحاول تستشفي من موضوع من موضوع من طاقة سلبية ولكن عم يعني يتأجل الموضوع أو لحد الآن موجودة هاي الطاقة عم بتحاول تستشفي كويس هذا الإشي ولكن عم بشوفها لسها موجودة لساتها موجودة عندك عم بشوفك برضه كتير انصدمت يمكن من الناحية العاطفية أو حتى بالعمل بس أكتر بالعاطفة انصدمت من علاقات كتير قبل هيك أو من أشخاص ممكن يكونوا أصدقاء لذلك قررت أنك تروح بعيد تبعد تدرس الأمور أكتر ولكن شايفي أنا بالأيام الجاي أنه رح يكون عندك جميع مفاتيح النجاح بالنسبة للعمل يعني أنا هاد الكرت بشوفه توازن ونجاح بجميع المجالات عندك مفاتيح لقلب الحبيب وللنجاح في الحياة العملية عم بتكون مصيطر على العلاقة إذا أنا شايفي في عدد منكم كبير في منفصلين وعلى فيه علاقة ثلاثية عم تنتهي وهذا إشي كتير حلو عم بشوف المواضيع بتترتب لحالها عم تاخد قرار فجأة بإنك ترجع للحبيب أو الحبيب عم يعقد هذا القرار فعم بشوفكم عم بتفكروا فعليا بهذا الشهر بالرجوع والتفكير بالارتباط شايفي فيه ارتباط في الموضوع إما وعد أو أمور عم بتصير لحتى تسهل هذا الموضوع وهوان عم بشوفك أكتر شي في العمل عم بتكون كتير غضبان كتير زعلان هاي الفترة مع إنه في بعديها راحة بعد كل المشاكل اللي لقيتها بشغلك وبعملك أو مع الأصدقاء شايفي فيه راحة أو فيه انتصار رح يتحققه فيه انتصار رح يتحققه على شخص معين أو على أشخاص طيب خلينا نشوف لو فيه تحذيرات هذا الشهر لبرج العدراء هاي الكروت مش إنه سلبية ولكن فيها تحذيرات من موضوع معين هون بيقول لك إذا بدك توقع على شي إذا بدك توقع على كونترا معين على عقد معين فاحذر كتير هذا الشهر يعني حاول أساسا إنك ما توقع عليه أو تموت في الموضوع تمدد الموضوع توقع الأوراق في هذا الشهر شوي عم يكون مش لصالحك فهاي كانت التحذيرات خلينا نشوف الأوراكلز إش بنصحونا لهذا الشهر أو خلينا ناقد كروت العقل الباطن لإلك وللشريك للي عندهم شريك كرت إلك وكرت إله هذا الكرت إلك عم بشوفك كتير زعلان كتير مقتئب من ناحية العلاقة وكأنه كان في عندك أمنيات في العلاقة أو شغلات كنت تستناها من الحبيب أو الشريك لسه ما يعني لسه ما صارت لحد ديت هلأ أو ممكن تكون إنك مش ناسي الزعل أو الأمور أو المناوشات اللي كانت بينك وبين الحبيب عم بتفكر فيها يعني ملياً عم بتفكر فيها كتير كتير عم ترجع للماضي كتير شايفيتك هون عايش شوي بالماضي مش قادر إنك تتحرر منه أو تروح للي بعده بالنسبة للحبيب الحبيب ناوي على خير عم بيكنن لك كل مشاعر الحب عم بيشتاء في عنده اللي هو أنت بالنسبة إله هدف ولكن شايفي في بعض الأمور عم بتعرقل هذا الموضوع لكن أنا ما إلي في العرقيل إلي في عقله الباطن هو عم بيفكر فيك بطريقة هستيرية مش طبيعية ولكن في أمور تانية بتتحكم في الموضوع أو بتأجيل الموضوع الارتباط أو النكس ستب تبعكم ولكن عم بشوفه بيراقبك كتير وبيحنن لك كتير وهذا الشي متبادل يعني أنا شايفيته منك ومنك هون بيقولك أنه اتطمن بالنسبة للتغييرات أو التحديات اللي أنت هلأ عم بتمر فيها هي مجرد خلينا نقول مجرد درج أو مجرد وسيلة لحتى توصل فيها لهدفك فما تزعل من التحديات اللي عم بتمر فيها عم بتكون ناجح كتير في أنك تتخطى هاي التحديات وتوصل للي بدك إياه بيقولك أنت معاك يعني زي ما قلنا قبل شوي مفاتيح النجاح معاك يعني كل شي عندك إياه سكيلز كل شي أنت إنسان قوي كتير بالنسبة لأنك تجتاز هاي التحديات وهاي التحديات رح تكون لصالحك رح تكتشف هذا الإشي فيه ما بعد بيقولك أنه أحلامك والفجينز يعني والجولز الأحلامك وأهدافك وأمنياتك رح تصير حقيقة رح تصير في الواقع بس بيقولك ستي فوكست يعني أنه خليك امركز على الهدف اللي أنت بدك إياه ما يعني ما فيه ناس رح تاخدك هيك رح تاخدك هيك فيه أمور رح شوي تاخد من تفكيرك ولكن بيقولك لا يعني كون فوكست وكون مركز على الهدف لأنه رح يتحقق مع التركيز إذا رح تركيزك بتبعد عن الهدف تبع هذا الكرت أكتر إشي شايته كرت ممكن يكون حمل للنساء في بشرة على يعني بشرة معينة أو خبرية حلوة كتير بالنسبة للمتزوجين ممكن تتعلق إما في الأولاد أو إنه حمل جديد طفل جديد لأنه شايف الطفل جديد بقولك يعني خلص خد راحة من اللي أنت فيه خد راحة من التفكير من المشاكل الحياة اعمل لحالك برنامج مثلاً أنك بهذا الوقت يكون فترة راحة أو خد إجازة خلينا نقول خلي عندك شوية وقت لحالك مش كله شغل مش كله اهتمام بالآخرين لازم تهتم بحالك أكتر شوي آه نفس الحكي بيقولك stop thinking خلص بكفي تفكير بكفي إنك وعم بشوفك يا برج العذراء عم عم تدفشي الأمور عم بتحاول إنك مثلاً تغير مسار الأمور غصباً عنها فبيقولك خلص يعني let's go خلي الأمور تمشي لحالها وبيكفي تفكير وعمل meditation علي طاقتك الإيجابية آه وكمان بيقولك خلي في عندك شوي طاقة اللي هي امتنان إنه بالنسبة للأشياء اللي موجودة عندك إياها آه دائماً اتطلع عليها وإحكي الحمد لله يعني عندك شغلات ولكن أنت طموحاتك يعني برج العذراء كتير طموح وكتير بس هذا لا يمنع إنه تشكر كتير على الأشياء اللي موجودة عندك لأنه طاقة الامتنان أو الشكر هي بتقولولي شو كيف نعلي طاقتنا الإيجابية يعني هاي واحدة من الطرق آه طاقة الامتنان لما نميها عندنا وكل يوم نذكرها كل يوم نحكي الحمد لله على الشغل الفلانية أو نحب الشغلات اللي إحنا بنملكها آه طاقتنا بزيد يعني هذا ممكن أن يكون آه سبورت بقولك إنه رح وكأنه في عندك مشروع جديد أو موضوع عم تمشي فيه بيقولك رح يكون عندك السبورت المناسب رح يكون في عندك الدعم آه المناسب لهاي الأمور هذا الكرت طلع مقلوب آه هذا بيخص الأولاد آه وكأنك تعبان شوي مع الأولاد فبيقولك بدهم شوي صبر يعني للي عنده أولاد آه عم بتعبوه شوي من برج العذراء فعم بيقولك إنه آه شوية صبر لأنه هذا السن أو هادي الفترة آه من عمرهم بيحتاجوا أنا ما بعرف قديش عمرهم بس بيحتاجوا آه الصبر أكتر فما ما ما نضغط على حالنا أو هي فترة وبتعبدي يو آر كومفيوز بيحكي لك أنت كتير آه يعني مش متناقض يعني مشوش آآ لأنك ما عندك معلومات آآ كافية آآ بيقولك آآ زي ما قلنا قبل شوي إنه اعمل آآ ريسيرج اعمل آآ بحث آآ عن معلومات اللي انت بدك إياها استشير آآ يعني استشير آآ حدا خد نصائح آآ آآ أنا بعرف إنه برج العذراء يعني آآه من راسه آآ كل شيء من راسه آآ القرارات والكذا فهون بيقولك لأ انت بحاجة إنك تبحث عن معلومات وعن خبير أو تاخد نص نصيحة خبير في آآ الموضوع يعني بفور بابل ما إنك تاخد آآ القرارات وأكنك ناوي تاخد قرار هذه الفترة يمكن قرار السفر اللي قلنا عليه أو قرار الارتباط بيحكي لك انت بتستحق فقط الأفضل شفت قبل شوي بالكروت إنه شوي عم تتزعزع ثقتك في نفسك شوي مش ما عم تحب حالك لا بس عم تتزعزع شوي ثقة فهون بيطمنك بيقولك انت بتستحق فقط الأفضل وهذا اللي انت لازم تركز عليه بال يعني آآ هذا اللي هذا الاشي اللي لازم تركز عليه في نيتك في داخلك تركز على انه انت بتستحق الأفضل ورح يوصلك الأفضل آآ زي ما قلنا احنا دايما انه بقوانين الطاقة الكونية انه الاشي اللي احنا بنركز عليه بيصير فركز على هذا الموضوع آآ رح يصير بسرعة أكبر كل ما كان في يقين أكبر كل ما كان في آآ يعني سرعة في آآ آآ في اليقين آآ بيتم هذا الموضوع أسرع هذا الكرت طلع مقلوب تايد نس آآ بيقولك انه شوي تحذر من الطيبة تبعتك في عندك طيبة مش معقولة في عم بتكون طيب مع أشخاص اللي ما بيستحقوا فبما انه يعني طلع مقلوب عم بيقولك شوي دير بالك من الاشخاص ما تأمن ما تحكي كل شيء بالدفكية يعني ما تحكي كل شيء آآ بي 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 بصراحة لناس ما بيستحقوا فاكتر اشي هذا الكرت هذا الكرت كمان طلع مقلوب بيقولك آآ وزدم انه آآ نفس اللي قبل شوي وكأنه بيحكي لك انه خد آآ استشارة من الناس اللي حواليك آآ ما تاخد القرارات آآ آآ بتسرع هذا الشهر هذا الشهر لازم تكون شوي آآ حذر من اتخاذ القرارات يا برج العذرة آآ بيقولك انه الاشياء الحلوة رح تبلش تظهر شوي شوي لكن ببطء في حياتك فكون آآ كون آآ شوي صبور آآ متفائل آآ في طائد فرج رح آآ يعني آآ تفتح عندك في هاي الفترة فخلي تركيزك آآ على الامور الإيجابية وآآ في طائد فرج في طائد فرج عندك يا برج العذرة ان شاء الله تكون الامور تمام آآ خلينا هلأ آآ نعمل هاي الفقرة اللي اضفناها انك تسأل سؤال او تضمر على شيء آآ الاجابة آآ رح نجاوب عليها ببقى او لا يعني السؤال آآ بيبدأ بهل هل كذا كذا رح يصير وازا كان فيه رح يصير رح نشوف توقيتات آآ معينة لهذا الموضوع طبعا هذا السؤال رح يكون له طاقة شهر فإذا ما رح يصير في هذا الشهر رح يكون الجواب لا يعني مش آآ ما ما تاخدوها كتير سلبية إذا طلع لا لأنه رح نعيد آآ هاي الفقرة بالتوقعات الجاية اللي بعد اسبوعين فممكن الطاقات انها بتتغير فبترككم تسأل السؤال وتركزوا على شيء حابين تعرفوا نتيجته او وخلينا نشوف عم بشوف حبيبي العذرة انه هذا الموضوع ما رح يصير انا اسف ما رح يصير طب ليش ليش ما رح يصير خلينا شوي نفتح انه ليش هذا الموضوع ما رح يصير بسبب طاقة سلبية عندك إياها زي ما قلنا عم بشوف ك ترجمة نانسي قنقر